موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سندرس المحاضرة الخامسة من امتحان توبيك واحد وسنقدم لكم في هذا الامتحان الهدف اليومي أولا الاستماع بالنسبة للاستماع فسنقوم باختيار الإجابة المناسبة للنص وما يقوله كل من الرجل والمرأة وثانيا يجب أن نستمع جيدا إلى الأفعال المذكورة في النص والصفات والكلمات وخاصة كلمات الجو مثل هذا بالنسبة للإسمة أما بالنسبة للقراءة فلدينا اليوم استخدام أدوات الربط المناسبة بين الجمل مثل وأيضا يجب أن نختار الإجابة المناسبة لموضوع وليسيق أن نص 보기 요즘 한국어를 공부해요? 네 한국 친구한테서 한국어를 배워요 ننتقل إلى المثال الأول في الاستماع بالنسبة للمثال أولا سنقرأ المثال 요즘 هل تدرس اللغة الكورية هذه الأيام؟ نعم نه هانگوك چينغو هانتے سو هانتے سو هانگوك چينغو هانتے سو اسم بلاس هانتے سو من صديق كوري هانگوكو رل 배워요 أدرس اللغة الكورية رل 배워요 أتعلم أو أدرس الخيارات الموجودة أمامنا طبعا هنا يجب أن نختار الجملة التي تشابه أو بنفس معنى هذا الحوار أولا نمجانن هاكسيني منيدا الرجل هو طالب هذا واحد اثنان يوجانن هاكيو تاني منيدا اي تاني منيدا تلتحق بالمرأة تلتحق بالمدرسة أو تذهب إلى المدرسة ثلاثا نمجانن هانگوكو رل كارتش منيدا الرجل يدرس اللغة الكورية أربعة يوجانن هانگوكو رل كومبو هميدا المرأة تدرس اللغة الكورية والإجابة الصحيحة طبعا رقم أربعة تونغداب أربعة يوجانن هانگوكو رل كومبو هميدا المرأة تدرس اللغة الكورية لأن واحد الرجل طالب هذا خطأ أو لم يذكر في النص واثنان يوجانن هاكيو تاني منيدا المرأة تدرس أو تلتحق بالمدرسة و هذا خطأ لأنها قالت أنها تدرس عن طريق صديق صديق كوري و هذا خطأ لأنها تدرس اللغة الكورية لأنها تدرس اللغة الكورية هذا بالنسبة للميثال الآن ننتقل إلى رقم سبعة عشر من الإستماع 듣기 17번 حيوار بين الرجل والمرأة و يجب أن نختار الجملة التي تتناسب مع هذا الحيوار الجملة صحيحة المرأة تقول رقم سبعة عشر من المرأة تقول الرجل يقول نه، 근데 아침 저녁에는 좀 추워요 저는 밤에 옷을 얇게 입어서 감기에 걸렸어요 المرأة تقول 그래서 저는 밖에 나올 때 긴 팔 옷을 한 벌 가지고 와요 طيب الآن ننتقل إلى القواعد والكلمات لنفسر القواعد والكلمات هذا السؤال القواعد أولا يصبح مثلا الكلمة أو القاعد الثانية 옷을 يالك 입다 يعني خفيفة يعني يلبس ملابس خفيفة بشكل خفيف تات تا يلبس ملابس دافية يلبس ملابس دافية يصاب بالزوكام الكلمة التالية كين بال قميص أو كم طويل و نص كم يلبس نص نص كم أو يلبس كم والكلمة التالية أو الجملة التالية بول بول أو كلي كلي يعني وحدة عد الملابس هم بول تو بول و كلي وحدة عد الأحذية والجوارب هم كلي تو كلي هذا بالنسبة للقواعد لنفسر السؤال الآن 날씨가 시원해졌어요 ألجاو أصباح مونش 여름이 되니까 날씨가 시원해졌어요 و ألجم التالية 여름이 되니까 더워졌어요 더워지다 أصباح ألجاو هارن ألجم التالية 가을에는 날씨가 쌀쌀하기 때문에 옷을 따뜻하게 입고 나오세요 ألجاو في الشتاء بارد أو لاذع قارس لذلك ألبس ملابس وسل تاتتاك 입고 나오세요 ألبس ملابس دافية المثال التالي 여름 من 날씨가 نوم 더워서 بمبر 입고 نا갑니다 الجو حار جدا في الصيف لذلك ألبس نصف كم و أخرج دايل 결혼 شك إيك تأمون درس هم بل سأس غدا عندي حفلة زواج إيك تأمون لذلك بسبب أن عندي حفلة زواج درس هم بل سأس اشتريت فستانا واحدا واحدة عدد باللغة الكورية للملابس و كرون شك حفلة زواج إذن هذا بالنسبة لحل السؤال إذن الإجابة الصحيحة هنا إذا نظرنا مرة أخرى إلى السؤال واحد الرجل أصيب بالزكام إثنان المرأة تشعر بالبرد كثيرا الآن المرأة تلبس ملابس خفيفة وهذا أيضا خطأ لأنها قالت أنها تأخذ ملابس طويلة معها عندما تخرج المرأة تشعر 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 المرأة تشعر تشعر لأنها تشعر لأنها تشعر لأنها تشعر إذن الإجابة صحيحة رقم واحد 정답 واحد المرأة تشعر 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 18 سمي سمي 어제 이메일 보냈는데 받았어요? آ 그래요? 바빠서 아직 못 봤어요. 무슨 일 있어요? 이번 주 모임 날짜가 금요일로 바뀌었는데 시간 괜찮아요? 저는 금요일에 약속이 있는데 어떡하죠? 다음에는 꼭 갈게요. 2 2 3 3 4 4 4 5 못 봤어요. 무슨 일 있어요. 이번 주 모임 날짜가 금요일로 바꿨는데 시간 괜찮아요. 저는 금요일에 약속이 있는데 어떡하죠. 다음에는 꼭 갈게요. هذا الحوار بين الرجل والمرأة. أولا سنا درس القواعد والكلمات. بالنسبة للقواعد فلدينا أولا 무슨 일 있어요. ما المشكلة. ما الخطب. ما الأمر. 2. 부임 날짜. 부임 تجمع و 날짜. موعد. إذن موعد التجمع أو اللقاء. 2. تغير. تم تغيير شيء إلى شيء آخر. 3. 시간 كنتان아요. تستخدم هذه الجملة بين الكوريين عندما نريد أن نسأل شخص هل عندك وقت أو هل يناسبك الوقت. 시간 كنتان아요. الكلمة التالية. 4. ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ عندما لا يكون باليد حيلة. يعني هذا السؤال الاستنكاري ممكن أن نقول. 5. الجملة التالية. 5. كوك إل كيو. 6. كوك بلاس إل كيو. 7. كوك هل كيو. طبعا سأفعل أو سأفعل بالتأكيد. الكلمة التالية. 6. يلغي الموعد. 7. الكلمة التالية. 7. بويم ناقادا. 8. ناقادا أصلا معنى ناقادا يخرج ولكن هنا بويم اي ناقادا يعني يحضر. 9. تمتق هذا يحضر أو يخرج للتجمع وليس من التجمع. 9. نعود إذن إلى حل السؤال أو أمثلة على هذا السؤال. 9. أمثلة السؤال. 10. أمثلة السؤال. 11. موضاه ناقادا يوم؟ 12. موズن إيريس؟ 13. لماذا لا تستطيع أن تأتي اليوم؟ 13. ما المشكلة؟ 14. أحجي جيبة كاداكا كوتون ساقو غان اصاي مسير. 15. حدث حادث سير اثناء ذهابي إلا البيت أمس. 16. كاداكا أثناء ذهابي. 16. جملة الثانية. 우리 반 모임 날짜는 내일로 바뀌었습니다. تغييرا موعد أو تم تغيير موعد اجتماع فصلنا 우리 반 모임 일الغاد 내일로 일الغاد 바뀌었습니다. ثالثا 선생님 오늘 찾아 뵈려고 하는데 시간 괜찮으세요? مرة أخرى 선생님 오늘 찾아 뵈려고 하는데 시간 괜찮으세요? الآن نحن نتكلم مع استاذا لذلك يجب أن نقول الصيغة الاحترامية ليس 시간 괜찮아요 الصيغة الاحترامية 시간 괜찮으세요? وبالنسبة لكلمة 찾아 뵙다 يعني يقابل 만나다 ولكن صيغة احترام الجملة الأخيرة 오늘 우리 회사에서 중요한 회식이 있기 때문에 다른 약속을 취소하고 나갔어요 اليوم عندنا في الشركة عشاء عمل مهم جدا لذلك ألغيت كل المواعيد ألغيت مواعيد الأخرى وخرجت 회식 عشاء عمل 취소하다 취소했어요 ألغيت أو يعني تخلصت من كل المواعيد الأخرى بالعودة إلى السؤال المرأة قالت في السؤال عندي موعد ماذا أفعل إذن الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأربعة سنقرأ الإجابات أولا المرأة عندها وقت كثير هذه الأيام خطأ لأنها مشغولة السؤال الجواب الثاني قرأت المرأة موعد يوم الجمعة وهذا إذن خطأ لأنها قالت ماذا أفعل عندي موعد يوم الجمعة وآخيران أربعة 여자는 2번 مويمة 나갈 수 없습니다 나갈 수 없다 قبل قليل قلنا 나갈다 مويمة 나갈 수 없다 لا يستطيع أن يحد إذن الإجابة 정답 رقم أربعة 19번 안녕하세요 수영을 좀 배우려고 하는데요 아, 네 그러시면 여기 신청서부터 먼저 써주세요 아침에 회사 가기 전에 운동하고 싶은데 몇 시에 문 열어요? 저희는 매일 아침 6시에 시작하니까 아침 일찍 오셔도 됩니다 ننتقل الآن إلى رقم 19 من الاستماع رقم 19 19 19 19 المالاتخول. 안녕하세요. 소형을 좀 배우려고 하는데요. المالاتخول. 아, 네. 그러시면 여기 신청서부터 먼저 서주세요. المالاتخول. 아침에 회사 가기 전에 운동하고 싶은데 몇 시에 문을 열어요? المالاتخول. 저희는 매일 아침 6시에 시작하니까 아침 일찍 오셔도 됩니다. 놀랐기. القواعد والكلمات. بالنسبة للقواعد, فالقواعد المهمة هنا جدا هي قاعدة 은 위 ان. 은 위 ان. 은 위 ان. وثانيا, كروميان. إذن هذه الكلمة معناها. نحن نتحدث عن موضوع معين. والآن أريد أن أنتقل للنتيجة. كروميان. وإذا كنت تتحدث مع شخص تريد أن تحترمه مثل زبون أو ضيف أو هكذا. يمكن أن تقول القاعدة الثالثة مثلا القاعدة التالية قبل قليل درسنا هذه القاعدة يفتح أبوابه أو يبدأ العمل في محاضرة سابقة والصيغة الاحترامية الكلمة التالية يمكنك القيام ب والكلمة التالية سأفعل الجملة التالية ورقة تقديم طلب والجملة أو الكلمة الأخيرة الآن بالانتقال إلى السؤال مرة أخرى ننتقل إلى السؤال مرة أخرى الرجل قال المرأة عفوان قالت 안녕하세요 안녕하세요 수영을 좀 배우려고 하는데 مرحبا أريدو أن أتعلم السيباحة أني أن أتعلم السيباحة الرجل قال أريدو أن أتعلم السيباحة هذا الطلب أو إملأي هذا الطلب المرأة قالت أريدو أن أريدو أن أريدو أن أمارس الرياضة قبل أن أذهب إلى العمل أو إلى الشركة الرجل قال نحن نبدأ في الساعة الخامسة صباحا كل يوم لذلك بإمكانك أن تأتي مبكرا الإجابة الصحيحة لرقم 19 نقرأ الإجابات أولا كتبت المرأة الورقة هل كتبت المرأة الورقة؟ لا ليس بعد إثنان هي تعمل في المسبح وهذا أيضا خطأ ثلاثة ستتعلم السيباحة في الصباح وهذه هي الإجابة الصحيحة أربعة تريدو أن تقوم بالرياضة في المكان العمل وهذا خطأ طبعا إذن الإجابة الصحيحة جنب أربعة عفوا ثلاثة بالانتقال إلى الأمثلة نقرأ الأمثلة معا أولا أولا أنوي أن أتعلم عزف البيانو أولا إثنان إذا تريدو أن تمدد يمدد يجب أن تكتب أولا الطلب المثال الثالي 제주도에 갈 때 비행기를 타고 가도 되고 배를 타고 가도 됩니다 إذا أردت أن تذهب إلى جزيرة جيجو الجميلة يجب أولا بإمكانك أن تركب الطائرة أو أن تركب السفينة أولا 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 تذهب إلى الأردن أولا 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 الأربي 20번 공연이 많으니까 인터넷으로 한번 알아보세요 다음 주가 아버지 생신인데 뭐 특별한 선물 없을까요? 전에 저는 부모님이랑 음악회에 갔는데 정말 좋아하셨어요 아, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까 같이 음악회에 가야겠어요 그래요 요즘 좋은 공연이 많으니까 인터넷으로 한번 알아보세요 나왓 이라 القواعد 아이잔 마라오크라 민니스바 للقواعد والكلمات الجديدة 아왈란 لدينا كلمات 생일 عيد 미라드 ولكن إذا كنت أتكلم عن شخص كبير أريد أن أحترمه يجب أن نقول 생신 عيد ميلاد الكلمة التالية المميز أو خاص الكلمات التالية بالعودة إلى السؤال الرجل يريد قال الرجل 다음 주가 아버지 생신 뭐 특별한 선물이 없을까요 الأسبوع الأسبوع القادم عند ميلاد أبي لا يوجد هدية خاصة المرأة تقول توني تونن بومني ميران أمك كنن د ثم تو هش السؤال ذهبت مع والدي لحفلة موسيقية وأعجبتهما كثيرا الرجل يقول يجب أن أذهب مع والدي إلى حفلة موسيقية لأنهم يحبون الموسيقى المرأة تقول استعلم أو ابحث عبر الإنترنت لأنه يوجد هذه الأيام عروض كثيرة جميلة وجيدة هذا بالنسبة لتفسير السؤال بالنسبة للأسئلة أو الجمل واحد المرأة ستذهب بعد أسبوع إلى حفلة موسيقية وهذه الإجاوة طبعا خطأ لأن الرجل من يريد أن يذهب المرأة قالت أنا ذهبت إثنان المرأة المرأة سمور جمبي حتى ماضي الرجل حضر هدية عيد الميلاد وهذا خطأ ثلاثة المرأة الرجل قال أريد أن أذهب مع والدي يريد الرجل أن يذهب وهذا هو الجواب الصحيح أربعة المرأة تريد أن تبحث عن عروض عبر الإنترنت وهذا خطأ لأن الرجل هو من يريد أن يبحث إذن الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة بالنسبة للأمثلة لنقرأ الأمثلة معا أولا جانو يا سينجل 언제 متى عيد ميلاد كا والصيغة الإحترامية جانو سي أبودي سينجل 언제 متى عيد ميلاد أبي هذه صيغة الإحترامية الميثال الثاني الميثال الميثال الثالي 내일은 언니의 선물을 사러 백화점에 갑니다 언니의 선물 هديت أختي والجملة تالية 한국 정통 음식 유명한 식당 좀 찾아 بلقيا سأبحاث أو سأستعلم عن مطعم لتعاب الكوري تقليد المشور 21번 팀장님 행사 때 필요한 물건들을 사러 가려고 하는데요 필요한 것들을 아까 메모해 놓았는데 민수씨 책상 위에 있을 거예요 네 알겠습니다 그런데 물건들은 바로 행사장으로 가지고 갈까요? 아니요 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까 우선 사무실로 가지고 오는 게 좋을 것 같아요 지금 ننتقل إلى الاستماع 21 21 21번 필요한 필요한 것들을 아까 메모해 놓았는데 민수씨 책상 위에 있을 거예요 알아줄래? 꿀 네 알겠습니다 그런데 물건들은 바로 행사장으로 가지고 갈까요? 말 알았다 꿀 아니요 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까 우선 사무실로 가지고 오는 게 좋을 것 같아요 نعم الآن هذا الحوار بين الرجل والمرأة والآن سنقرأ القواعد أو الكلمات الموجودة في هذا النص القواعد أولا لدينا عفوا أولا سنقرأ الكلمات بالنسبة للكلمات فلدينا أولا كلمة تيم جان رئيس الفريق أو رئيس المدير أو الرئيس في المكان ثانيا حدث أو حفل ثالثا ملقان شيء أو أغراض ورابعا مموهينutta مموهينutta ملاحظات دوّنة الملاحظات أكا قبل قليل وحنساجا مكان الحفل وفارو مباشرة كاديقو كدا يأخذ كاديقو كدا يأخذ إلى مكان آخر طبعا هذا بالنسبة للكلمات أما بالنسبة للقواعد فلدينا أولا أو جدا فعل لي هي جدا يفعل لي وثانيا مثلا لدينا مثال سدا كتب أو استخدم سو جدا كتب لي إكتا قرأ إلقو جدا قرأ لي القاعدة التالية هاننجي تولكو قطة هاننجي تولكو قطة سيكون من الجيد أن هاننجي تولكو قطة سيكون من الجيد أن بالعودة إلى السؤال الحوار بين الرجل والمرأة كما قلنا قبل قليل سنفسره باللغة العربية الرجل يقول تم جنگ نيم يا مديرة أو يا رئيسة حينسا تي فيريو هن ملغان درل سارو أريد أن أشتري الأشياء التي تلزمنا للحفل أو عندما نقوم بالحفل ولكن هاننجي المرأة تقول كتبت أو دونت ملاحظات بالأشياء التي نحتاجها منسو هي موجودة على مكتبك فوق مكتبك أو فوق مكتب السيد منسو الرجل يقول نه ألغان نعم فهمت و 그런데 ملغان درن الأغراض هذه الأشياء أو هذه الأغراض فارو هن ساجان ورو قادي قايا هل أخذوا هذه الأغراض مباشرة إلى مكان الحفل أو الحدث والمرأة تقول أنيو هن ساجان جمبي الحفل أو الحدث هذا صحيح أو خطأ طبعا خطأ الجملة الثانية بإمكان الرجل أن يشتري الأشياء ويحضرها إلى المكتب هذا هو الجواب الصحيح وثلاثة الرجل كتب للمرأة ما يحتاج له وهذا خطأ لأنه بالعكس المرأة كتبت للرجل وأخيرا وضع الرجل الأشياء التي سيستخدمونها في الحفل فوق المكتب وهذا خطأ أيضا لأن المديرة المرأة وضعت الورقة ورقة الملاحظات فوق مكتبه فوق مكتب الرجل إذن الإجابة الصحيحة 정답 رقم 2 لنقرأ الأمثلة الآن متعلقة بهذا النص وقواعده 내일 هاليلي مانا سو مموه نو سم كتبت ملاحظات عن ما أريد أن أقوم بها وأفعله غدا 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 فيجار سعن ندي جيب غدا 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 اشتريتو بيجا خذها إلى البيت 61 رقم 61 أولا سنقرأ النص بقراءة النص النص طويل قليلا والقراءة عارة ستكون طويلة ولكن يجب أن نقرأ النص بدقة وننتبه إلى الأزمنة وإلى الكلمات ثم نجيب على السؤال ذلك سنقرأ هذا السؤال معا إننبه إلى trapped فسن consum إنسان 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 موضوع الناس طويل قليلا ولكن سنفسره الآن مع نداريك لا تقلقه السؤال سؤال واحد وستين السؤال لدينا جملة أو كلمة بالأحرى وهذه الكلمة يجب أن نضعها باستخدام القاعدة الصحيحة أولا طبعا يجب أن ندرس الكلمات كلمات النص لدينا كلمة شيتشان بلدية بلدية منطقة معينة الكلمة الثانية إنجو شيتشان بلدية مدينة إنجو الكلمة التالية سول شيتشان بلدية سيول مثلا طروح طريق طريق أو شارع مريح شارع بلا سيارات أو ممنوع سير السيارات فيه كمال ماذا؟ ماذا يعني كل عطلة أو كل نهاية أسبوع سرم ماذا؟ كل شخص نال ماذا؟ كل يوم القواعد التالية أيضا السيارات تسير أو تتحرك في هذا المكان لا يمكن أن تتحرك سيارات أو تسير في هذا المكان ممنوع أيضا لدينا اسم رل اسم أورو باكودا يحول أو يغير شيء شيء رل شيء أورو باكودا القاعدة الأخيرة أورو ماندلدا يجعل شيء صفة بلاس صفة أو مع صفة ننتقل الآن أو نعود بالأحرى مرة أخرى للسؤال بالنسبة للتحليل الإجابات لدينا أربعة إجابات هذه الإجابات الأربعة يجب أن نختار واحدة منها فقط لنضعها مكان كيو الآن قبل اختيار هذه الإجابات يجب أن نترجم لكم النص مرة أخرى ترجمة النص باللغة العربية لا يمكن للسيارات أن تسير في الشارع البقابل لبلدية إنجو في أيام عطلة نهاية الأسبوع حيث قامت بلدية إنجو بتحويل هذا المكان لشارع خالي من السيارات سعيا لتحويل الشارع المزدحم إلى شارع مريح للمشي ويبيع الناس في هذا الشارع الأشياء التي لا يستخدمونها أو يصنعونها بأنفسهم وعندما تشعر بالجوع بإمكانك تناول كوب أو الكيمباب أو البوضة أيضا يرتاد هذا الشارع الكثير من الشباب بسبب أجوائه المشرقة والمليئة بالحرية هذا ترجمة النص الآن بالانتقال أو بالعودة عفوا مرة أخرى إلى الإجابات بالنسبة للإجابات فتحليل الإجابات لدينا أولا إذا غير الإجابة الثانية وثالثا يعني سعيا لتغيير أو يسعى لتغيير وآخيرا وآخيرا باقو지만 غير ولكن باقو지만 هذا الجواب العرب الآن تحليلنا لهذا النص 복잡한 길을 걷기 편한 거리로 바꾸려고 إنجوش이가 이것을 차 없는 거리로 만든 것입니다 هذا بالنسبة للإجابة أو تحليلها أو تقسيمها 복잡한 길을 걷기 편한 거리로 바꾸라 جوزو من النص غيرت البلدية شارع المزدحم غيرت فو إلى شارع مريح للمشي ثانيا إنجوش이가 يقو س تا أمنن كوريرو بندن كوش مني صنعت أو جعلت بلدية إنجو من هذا الشارع شارعا خاليا من السيارات لماذا؟ سعيا لتغيير هذا الشارع من شارع مزدحم أو مكان مزدحم إلى شارع مريح للمشي جعلت بلدية إنجو هذا المكان شارعا خاليا من السيارات هذا بالنسبة لتحليل النص أو تحليل الإجابات إذن مرة أخرى بالانتقال إلى السؤال مرة أخرى الإجابة هي رقم أربعة تونغ داب رقم أربعة الآن ننتقل مرة أخرى إلى سؤال رقم 62 إذن نحن أجبنا سؤال رقم 61 الإجابة عفواً الإجابة لسؤال رقم 61 هي رقم ثلاثة تونغ داب ثلاثة لواحد وستين سعيا لتغيير الآن ننتقل إلى سؤال رقم 62 سؤال رقم 62 يجب أن نختار الجملة المناسبة للنص الجملة المناسبة للنص الجملة الأولى هي يمكن أن تتحرك السيارات خلال أيام الأسبوع في هذا المكان هذه الجملة الأولى هل هي صحة أو خطأ؟ طبعاً خطأ لأنها لا يمكن أن تسير السيارات في هذا الشارع الجملة الثانية تصنع الطعام بنفسك إذا شعرت بالجوع في هذا المكان وهذا الخطأ يمكن أن تشتري وتأكل ثلاثة أصبح الشارع مزدحم جداً بسبب كثرة الناس هذه الجملة أيضاً خطأ لأن الشارع مزدحم بسبب كثرة السيارات رقم 4 الإجابة رقم 4 أصبح هذا المكان مكاناً محبوباً للصغار في العمر وهذا فعلاً ما ذكر في النص إذن 정답 رقم 4 الإجابة رقم 4 القراءة رقم 65 سنقرأ أولاً النص ثم نختار الجملة المناسبة التي ستدخل مكان 기억 다음 달 15일부터 경기도, 부천에서 국제 만화 축제가 열립니다 축제에서는 여러 나라의 만화를 볼 수 있습니다 어릴 때, 어릴 때 본 추억의 만화책부터 요즘 유명하는 만화책까지 다양하게 فارغ 또 유명한 만화가의 사인도 받을 수 있습니다 그리고 만화가들이 죽 때 참가하는 사람들의 얼굴을 그려줍니다 هذا بالنسبة للنص الآن بالنسبة للسؤال السؤال 65 هو سنختار الجملة التي ستدخل مكان كيو وقبل اختيارها يجب أن نقرأ طبعاً ونتعرف على قواعد هذا النص أولاً بالنسبة للقواعد إيغا يولي دا يفتتح أو يفتتح إيغا يولي دا مبني المجهول يفتتح يولي لكم ني دا سيفتتح يولي كو اسم ني دا يفتتح الآن القاعدة الثانية يورو مع اسم متعدد أو متنوع أو مختلف ثلاثة مع أنها رسوم متحركة مهرجان والكلمة التالية بشكل متنوع أو بشكل متعدد مقاطعة كيونغو في مدينة كيونغي عفواً في مدينة بوتشان الكلمة التالية تستطيعوا أيضاً تستطيعوا أيضاً تستطيعوا أيضاً أن تفعل هذا كريو جدا يرسم يرسم لي كريو جدا يرسم لي الكلمة التالية مجهز أو محضر تم فعله من قبل أو لم يتم فعله من قبل كابونجو جي إتا عندي تجربة للذهاب لهذا المكان وكابونجو جي أبتا ليس عندي تجربة للذهاب لهذا المكان هذا بالنسبة للقواعد هذا النص الآن بالانتقال إلى الأسئلة أو عفواً بالانتقال إلى السؤال مرة أخرى طبعاً يجب أن نترجم هذا السؤال قبل أن نجيب على السؤال والترجمة العربية الترجمة العربية هي سيفتتح مهرجان الرسوم المتحركة الشهر القادم يوم 15 في مقاطعة كيونغي في مدينة بوتون ويمكن مشاهدة الرسوم المتحركة للعديد من الدول وتجهز الرسوم المختلفة ابتداء من رسوم الذكريات التي شاهدناها في الطفولة وحتى الرسوم المتحركة المشهورة في هذه الأيام ويمكن الحصول على توقيع رسامي الرسوم المتحركة المشهورين وسيقومون برسم وجوه الأشخاص الحاضرين في المهرجان أيضاً إذن هذا بالنسبة للقواعد وبالنسبة لترجمة النص والآن بالعودة إلى السؤال يجب أن نختار الجملة المناسبة لهذا السؤال الجملة الصحيحة واحد الآن يفتتح هذا المهرجان هذه الجملة صحيحة أو خطأ ليست صحيحة لأن السؤال فيه ذكر في السؤال تامدال الشهر القادم إثنان لا تستطيع أن تشاهد كتب الرسوم المتحركة القديمة وهذا خطأ أيضاً لأنه ذكر في السؤال وجوه رسامين الرسوم المتحركة المشهورة للناس وهذه الإجابة خطأ نعم ولكن ليس وجوه الرسامين ولكن وجوه الأشخاص أنفسهم لذلك خطأ نقرأ الأمثلة على هذا السؤال أمثلة هذا السؤال من جو سوريسو تام منها جوكجة يولي ميدا سيفتتح مهرجان الثقافات المتعددة في سيول هذا الأسبوع سا جوميسو منها جكبتا سوصل قادي جمبيتا يو اسميدا تجهز المكتبة لكم كل الكتب من كتب الأنيميشن وحتى الروايات وثلاثة يوجم سا جو ميسو نن سا جو قادي جو سلسو يسميدا يوجم سا جو ميسو نن قادي جو سلسو يسميدا تستطيع شراء الحلوة أيضاً من المكتبة هذه الأيام إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا السؤال السؤال السادس والستين والخامس والستين ننتقل الآن إلى السؤال السابع والستين 67 7. 김지후씨는 미용사입니다 도시의 큰 미용실에서 일하고 있습니다 손님이 많고 바쁘지만 한 달에 한 번 시골의 작은 마을에 찾아갑니다 거기서 사람들의 머리를 예쁘게 잘라줍니다 돈은 벌어 그 대신 마을 사람들의 집에서 식사를 하면서 재미있는 이야기를 듣습니다 김지후씨는 그곳에 가는 날이 즐겁습니다 نعم الآن يجب أن نفسر أولاً قواعد وكلمات هذا النص بالنسبة للكلمات أولاً 미용سا حلاق أو حلاقة 미용شل شل يعني مكان أو غرفة 미용شل مكان الحلاقة أيضاً صالون حلاقة شيقول ريف باقل قرية تاجاقا دا يذهب باحثاً عن أو يزور تاردا يقص وتلاجدا يقص لي يقص شعر لي تايشين بدلاً من شكسار هدا يأكل الطعام وجملة بلاس هم ينسو يفعل شيء ويفعل شيء آخر في نفس الوقت أو معاً الكلمة التالية أو الجملة التالية نن نريت القبطة وموها نن نريت القبطة اليوم الذي أفعل فيه هذا هو يوم ممتع بالنسبة لي الكلمة التالية صفة مع كلمة أو مقطع ك مثل باللغة العربية ممكن نقول بشكل مثلاً بشكل مريح الكلمة التالية يدفعو النقود تون을 يدفعو يحصلو على النقود أو يكسبو النقود عفوان يحصلو على النقود و يوفر الكلمة التالية يوجد ولا يوجد نقود الكلمة التالية أو القاعدة التالية إسم بودا إسم إيغا طو منتا إذن إسم بودا إسم إيغا طو منتا أكثر من هذا أكثر من هذا مثلا هذا بالنسبة للقواعد بالانتقال الآن للسؤال السؤال رقم 67 سؤال رقم 67 نبدأ أولا ب67 يكشب تلبان عندنا في هذا السؤال أربعة خيارات ويجب أن نختار خيار واحد يدخل في كياغ السؤال 67 يجب أن أدفع أو يكسبوا كثيرا يكسبوا نقود كثيرة في اللعب سمني دا لا يوجد كثيرا باتجي أن سمني دا لا تأخذ أو لا يأخذ النقود الآن السؤال كان تون فرق باتجي أن سمني دا لا تكسب النقود أو لا تأخذ النقود لماذا؟ كدشين معل سرم دريد شيبي سو شكسار هاميان سو يعني تقوم بتأكل الطعام في بيت أهل القرية بدلا من النقود لذلك هي لا تأخذ النقود بالعودة لترجمة السؤال ترجمة السؤال أو النص نترجم النص السيدة كيمدي كيمدي هو مصففة شعر أو حلاقة وهي تعمل في صالون للحلاقة في مدينة كبيرة مع أنها مشغولة والزبائن كثر لكنها تزور قرية صغيرة في الريف مرة في الشهر وتقص شعر الناس هناك بشكل جميل وهي لا تأخذ النقود وبدلا من ذلك تتناول الطعام في بيوت أهل القرية وتستمع لأحاديثهم الممتعة اليوم الذي تذهب فيه هناك هو يوم ممتع بالنسبة لها إذن الكلمة السحرية أو الكلمة المفتاحية هنا هي كلمة لا تأخذ النقود هي لا تأخذ النقود وبدلا من ذلك تتناول الطعام عند أهل القرية نعم إذن الجواب رقم أربعة تونداب أربعة باتيان سمي دا بالنسبة لثمانية وستين يكشب بالبون ثمانية وستين لدينا أربع جمل سنفسر لكم هذه الجمل أولا لدينا إذن أربعة جمل الجملة الأولى عندما تكون مشغولة لا تستطيع أن تذهب إلى الريف وهذا خطأ لماذا؟ لأنها مشغولة ولكنها تذهب مرة في الشهر كما قالت توشي بودا إثنان توشي بودا شيكوري تاقن ماوري ماوري سننيمي تومان سمي دا مقارنة بالمدينة أهل القرية وسكان القرية زبائنهم كثيرة بالنسبة لمقارنة بالمدينة وهذا الإجابة خطأ أيضا لأن دائما السننيم أو الزبائن كثر في المدينة ثلاثة ماوري سرم درن كيم جي هو الشي ياجر تاميك تسمي دا أهل القرية يسمعون كلام كيم جي هو الشي السيدة كيم جي هو باستمتاع وهذا خطأ لأنه العكس هي من تسمع كلامهم رقم أربعة كيم جي هو الشي نن شغول سرم درقواهم كإنن شغانوا جواهم نيدا هي تحب الوقت الذي تقضيه مع أهل القرية وهذا هو الجواب الصحيح تونداب أربعة بالانتقال إلى قواعد هذا السؤال درسنا القواعد قبل قليل ولكن لم نعطيكم أمثلة على هذه القواعد القاعدة الأولى هاميانسو شيكسار هاميانسو ما قلت السمي دا أسمع الموسيقى أثناء تناول الطعام تكارك تيشين بوكور سيسيو استخدم الشوكة بدلا من العصي تيشين مورير جم يبو جيت اللاجو سيو قصة لشعري بشكل جميل لو سمحت تونداب سيوه يتعلم فيه السباحة هو يوم جميل أو يوم ممتع 전شيوه يترغل ته توني نيا هاميانسو عندما تدخل إلى المعرض يجب أن تدفع نقود نيا هاميانسو يجب أن تونيقصادرين 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 يكسب المترجمون الفوريون نقودا كثيرة تونيقصادرين يكسب كثيرا هناك متطوع أو عمل تطوعي لذلك لا أخذ النقود وأخيرا هناك سيارات في المدينة أكثر من الريف الآن ننتقل إلى السؤالين التاليين تسعة وستين وسبعين أولا سندر السؤال تسعة وستين يكسب كوبان نقرأ أولا السؤال نهاية ت glossy هو الّجib أن protected لعبة 1рач أنات طعا أصدر 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 2 So الصحط أ care الأصدر أصدر أصدر hoy icht سع bile إن الص ot بل انتقال إلى كلمة وقواعد هذا السؤال أولا ثانيا ينتقل من مكان إلى مكان يزرع ولكن سيغا احتراميا نفس العمر نفس عمري والكلمة التالية أو القاعدة التالية ضمير أكبر أو أصغر مني مثلا حرفيا يعني تعالقت بي تعالق بي أو أصبح عندي شعور بالعشرة لشيء أو شخص يجب أن أفعل هذا الشيء كثيرا يشتاق لي هذا زمن المستقبل مثلا يتحسن يصبح شيئا فشيئا هذا يسعى لأن يتحسن هنا عندنا قاعدتين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية يتحسن أو يسعى لأن يتحسن هذا بالنسبة للقاعد بالانتقال إلى الترجمة بالانتقال إلى ترجمة هذا السؤال الترجمة باللغة العربية أولا يوجد في بيتنا شجرة شجرة زرعها أبي عندما ولدت أنا لذلك أنا وهي بنفس العمر عندما كنت صغيرا كانت أصغر مني لكنها الآن أكبر مني ربيتها وسقيتها ولذلك تعلقت بها كثيرا لكن الآن يجب علي أن أفارقها لأننا سنتقل من بيتنا الأسبوع القادم سأشتاق لها كثيرا وهذه هي الكلمة المفتحية هنا بالعودة للنص قال رقم واحد سأشتاق رقم اثنان رقم اثنان اشتاقت هذا ماضي ولكن هو يقول سننتقل ليس الآن تتحسن شجرة تتحسن أربعة تسعى لأن تتحسن وطبعا هذه الإجابات الثلاثة الأخيرة خطأ الإجابة الصحيحة هي رقم واحد تنضب واحد بالنسبة لسبعين أولا واحد سأزرع شجرة عندما أنتقل إلى مكان جديد سأزرع شجرة لم يذكر هذه المعلومة إثنان أشعر بالحزن لأنني سأفارق الشجرة أو سأتفارق مع الشجرة ثلاثة لا أستطيع أن أذهب بسبب الشجرة لا أستطيع أن أرحل من المكان أو أنتقل خطأ طبعا أربعة سأذهب إلى هذا البيت عندما أشتاق للشجرة وهذا أيضا خطأ إذن الإجابة الصحيحة تنضب إثنان سلكم نيدا أشعر بالحزن لأنني سأتفارق مع هذه الشجرة هذا رقم سبعين بقراءة الأمثلة نقرأ الأمثلة بسرعة نقرأ أمثلة بسيطة أولا أمر طبعا أمر طبعا Tel Sign went喜歡 أو قصةď من علم roman أخي أخي نفس الشيحة إثنان أنا 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 ни 정이 빨리 들었어요 تعلقت بسكان الحي بسرعة يجب أن أفارق صديق المدرسة بسبب الانتقال الجو حار جدا اليوم هذا بالنسبة للأمثلة وهذا كل شيء اليوم موجود عندنا بالنسبة للإستماع والقراءة لذلك سألخص لكم ماذا درسنا اليوم أولاً درسنا الكلمات المتعلقة بالجو مثل ودرسنا الكلمات المتعلقة بالملابس مثل درسنا أيضاً كلمات الموعد والوقت مثل يقصق التشيسوا دا يلغي الموعد يقصق التا وعب تا عندي وليس عندي مويمي ناقا دا يذهب أو يحضر هذا الاجتماع شيغاني كنتان تا الوقت مناسب ودرسنا أيضاً السيغة الاحترامية لبعض الأفعال والكلمات مثل كروشي ميان شيموشي تا وسينشين درسنا أيضاً بعض المصطلحات الخاصة مثل تا أو منن كوري طريق ممنوع أن تمر السيارات فيه وكوكي بيونان كوري طريق مريح أو شارع مريح للمشي يرو باقودا يتغير لي ويرو ماندلدا يجعله ماذا يجعله شيء ويجعله شيء يتعلق بي وأخيراً درسنا الكلمات المتعلقة بالنقود مثل هذا كل شيء بالنسبة للقراءة والاستماع اليوم شكراً جزيلاً لكم وأتمنى لكم كل التوفيق مع السلامة شكراً جزيلاً لكم